كما تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تم إيقاف فيبر قم بالضغط على ضبط ليدادات ضغط على تطبيقات قم بالنزول إلى الأسفل والضغط على فيبر خاص بكم ضغط على إيقاف الإجباري ضغط على الموافقة ضغط على مكان التخزين ضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل وهنا سوف نقوم بالبحث عن فيبر خاص بكم تفضحنا على هذا الشكل وعندما تجدونا هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فيبر وهكذا نكون وقد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونعاكم في فيديو القادم إن شاء الله